أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هينظم ورشة حول مستهدفات وثيقة ملكية الدولة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة كمان النهاردة هيكون فيه مؤتمر صحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني وده غير تسير تسعة رحلات جوية من جدة والمدينة لعودة الحجاج لأرض الوطن بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هيعقد ورشة عمل في إطار حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وسيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة ومن المقرر أن الورشة هيشارك فيها عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص اللي شغلها الأساسي قطاع تجارة الجملة والتجزئة بجانب ممثلين لشركات قطاع الأعمال العام والجهات التنفيذية ذات الصلة كمان النهاردة هيتم عقد مؤتمر صحفي لمجلس أمناء الحوار الوطني وأكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن استمرار لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار فممثل وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية مدعوين لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي إلا هيعقبه بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب وده من غير أي دعوة مسبقة وهيكون فقط الحضور بموجب بطاءات وخطابات لاعتماد من نقابتهم وجهتهم الصحفية والإعلامية النهاردة هتساير مصر للطيران تسع رحلات جوية لنقل حجات بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وده بواقع ست رحلات جوية من جدة للقاهرة بالإضافة لرحلة واحدة من جدة لبرج العرب ورحلتين جويتين من المدينة المنورة للقاهرة